بنات يا بنات أمهاتي وأخواتي الغاليات السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير واليوما كيكة المحلبات الكيكة اللي تنفعكم للتجارة المشاريع ديالكم وكذلك ربط البيوت بالنسبة لي كيكون عنده القوام قليل ويبغي حضر واحد الكيكة عملاقة فهدي هي اللي غدي تجي على قانتك طرية الشيشة الديدة كذلك المهم غدي تشوفوا كل شي في الفيديو ما تنسونيش من لايكاتكم من البرتاج وكذلك تعليقاتكم الزوينة اللي كان حماق عليها نمرو على بركة الله باش نشوفوا المقادير هنايا بالنسبة لهذا اللطة غندي كبيرة غدي نعطيكم القياس متاحة وبالنسبة المقادير عندي ربعات البيضات زوج كؤوس متاع زيت نباتية ما يعادل كل تميات ميليليتر عندي ثلاثة الكؤوس متاع سكر سانيدة قشر الحامض كذلك روح الحامض بيكين باودر والماء اكيد هاد المكوينة البنات تبقى وضيفوه للكيك ديالكم كيعطي واحد اللوين رائع رائع المهم بالنسبة للضراب الكهربائي ضروري منه هو تقدروا تخدموه حتى بالفوي لكن الضراب الكهربائي يعطي نتيجة ولا ارواح ويسهل علينا كذلك الخدمة درت البيض درت رشات ملح واكيد ثلاثة الكؤوس متاع سكر سانيدة ثلاثة الحامضات مبشورات لان عندي لاطة كبيرة ممكن ديرو حتازو حامضات لكن معروف على الكيك انتع المحلبات كيكون مخدوم بالماء فحاولوا انكم تنكهوهم زيان باش هكالكليان يبقى ياخد منه كذلي قدرت واحد نصف ملعقة صغيرة انتع روح الحامض وغادي نضرب هاد المكونات جيدا واحد المدان تحت تلت دقايق ربع دقايق حتى يبدي هاكالخاليط يفتاح في اللون ومبعدها وحنا يكن نضربو غادي نضيفو ذيكالزيت النباتية على دفعات والكيسان اللي استعملت انتع العنبة هما كيوزنوا مية وستين ميليليتر انا الزيت ما عمرته حتى الفم يعني درت تلتميات ميليليتر في المجموع هاد الشي اللي كينا البنات ونستمر على هالطريقة واضافة العسل العسل البنات حاولوا انكم تضيفوها للكيك ديالكم الدوازتاي كذلك للحرشات الحرشات كنشوف بزاف الاخوات وقنوات كبار وكيضيفو السكر ساندة ولكن راه فرق شاسع بين انك تضيف العسل على الحرشات على انه تضيف لها سكر ساندة غيجربوها البنات وانتو متعرفو الفرق المهم قدرت معلقة كبيرة نتاع العسل وبقيت كنضرب مع اضافات زوج كؤوس نتاع العنبان نتاع الماء الدافئ ضربت شوية هكا ودابا غادي نتوقف على التضراب كتشوفو انني ضفت في هاد المقادير زوج كؤوس متع الماء وان شاء الله غادي نبرتاج معاكم واحد الكيك اخرى غيب زوج البيضات وغادي تشوفو نسبة متع الماء اللي غادي نضيف ليها المهم غادي تشوفو هنا اضافة النواشيف النواشيف عندي هنا المياه 700 جرام نتاع الدقيق كذلك ثلاثة نتاع البيكن باودر بوزن ثمانية غرام يعني تقريبا عندي من 24 جرام حتى ال 26 جرام انتاع البيكن باودر لهذه الكمية والاخمرات الحلويات غادي نبقى هكا نخلط مزيان غيب الفوي حاولوا انكم تخلطوا مزيان مزيان باش كل شي العناصر تنساجم وتكونوا ضامنين انه غادي يكون عندكم واحد الكيك ناجح صافي هذا هو القوام المطلوب كتشوفو هنا يا بالنسبة المبتدئات غيباش تعارفو مهم ضفت زوج مع الكبار انتاع الخلف النهاية اخلط هدا هو القوام البنات غادي تشوفوه قدامكم يعني ماشي ضروري انه يكون عندكم القياس المضبوط وانما بمجرد مطر رفعي ذاك حقا يتطرص الخليط فوق لبعض التواني هذا هو القوام متاع الكيك الناجح باش تكونوا هكا محترفات راجع في اللول ما كناش نعارفو لكن مع التدريب ومع النصائح اكيد غادي لبخاتيك حتى انك كل مرة تخدمي الكيك واحد منهار تقدر يديريه قاسح واحد منهار غادي تعارفي صافي القوام المطلوب هنا كتشوفو خديت واحد ثلاث ملاعق كبيرة انتاع العجين ولا انتاع ذاك الخليط وغادي نحاول نزيد عليه واحد الملعقة صغيرة بومبي انتاع الكاكاو نوعيا ممتازة من الاحسن فهنا يخلطهم في الاول كان عندي الخليط تقيل وانتاع الماء ويجعطيني واحد الخليط اللي هو هكا فقوام الكيك سوف نخلطهم جيد باش ما يبقى وشدوكتك التولات ومبعدها اكيد غادي نحاول في واحد البوشادوي وماشي ضروري تكون عندكم البوشادوي غيانا من اللي كنت نخدم لكم كنت كانت شري القوام بالغرو فبقيلي منه يعني انتو ما تقدروا ديروغي في واحد الكيس بلاستيكي وتستعنو به هنا اللطة عندي القياس انتاع خمسة وربعين على ثلاثين وممكن تديروها حتى في خمسين على ثلاثين وحتى خمسة وخمسين على ثلاثين مثلا ولا خمسين على خمسة وثلاثين المهم غي من هات الجوايا غادي تفرق خيف شوية انتاع الغلط ولا انتاع العرض انتاع الكيك هنا كتشوفو انني دهنتها بالزيت نباتية ورشيتها بالدقيق وما تنسوش حتى الحواف انتاع اللطة وخويت ذاك الخليط اكيد غادي نطلعوا الفوق ونخويه ومن بعدها نقدوها بواحد سباتيولا ومن بعدها غادي نجيب ذيك العجينة السوداء ونحاول نزين بها الكيك فانا كيعجبني هالتزين من ناحية انه اولا يعني اقتصادي غادي نقام عليكم الكيك يعني ما يحتاش انكم تدهنوه بالنطاج وتزينوه بجوز الهند ولا بالفول السوداني هكارها مزينة به فيه ومن طيب واللطن سوف تكون الكيكا واجدة فهنا يكتشوفو دردوك الخويطات غادي ندخلها الفرن ساخن فرن الغاز انا دي ما كان دير الكيك في الفرن ساخن ما كان ديروش في الفرن بارد وكيصدق لي فن وزويون وناجح وعمر ما لقيت معاش مشكل كل وحده تتصرف على حساب الفرن ديالها فهنا يكتشوفو كنوريكم هاد اللقطة تقريبا الكيكا تلغي في الرف الفقاني الجوانب حماره سوف نزيد لها شوية سوف تحمر من كل جوانب نهبطها تقريبا زوجة التواني والنار تكون مقتولة فهنا سوف تعطينا هاد الوين واش لاحظوا معي انه اللون عجيب غريب يعني واحد الحمورة اللي هي زاهية وباهية وهذاك بفعل العسل اللي ضفناه للكيك ديالنا فحاولوا ديما تضيفوا ديك المعلقة الكبيرة للكيك ديالكم وهنايا كنحاول نتراسي الكيكا نتاعي يعني باش نقطحها هكا مرصوات باش مثلا الكيكات المحلبات انهو تتبع هكا ممكن تتقطعها هكا ممكن تتقطعها هكا كيفما ممكن السيد اللي غادي تعطي له يبيع ففي ديك الوقت كيفما تتقطعها اكيد كيتراو حتى ما نتاع المرصو من زوج درهم ونص حتى الكلت درهم عارفين بانهو الاتمينة كلها زادت كانت تدير زوج درهم لكن دابا في الوقت الحالي من زوج درهم ونص حتى الفلتة درهم المرصو واحد وكتشوفوا انهو طالعة ومفيش فشا وغيو شنو هيا حاولوا انكم ما تقطعوش الكيك نتاعكم وهو ما زاله سخون ديما حاولوا تخليوا حتى يبرد تماما باش يجيكم في تقطعها زويون وما يديرش ليكم هكا بحلي لمعجنا الكيكا فهمتو كيفاش لانه من تكون سخونة وتقطعوها ما تجيش تقطع انتها هزوينا فانهنا يراني قطعتها وهي طايبة طايبة يعني مزال عاد كالبخار كيخرج منها المهم غيباش نسالي معاكم الفيديو وكان هدا هو الكيكا انتاعنا وغادي تشوفوا الموالية انني درت معاكم تاكيك اخرى لكن بزوج بيضات فقط فهادي هي ودرتها في نفس اللاطة يعني طيبة اللول انتاع زوج بيضات كتشوفوا العلو وانتاحها اكيد كين فرق بينها وبين التانية في العلو وبزوج بيضات وغادي نعطيكم ان شاء الله المكونات انتاحها المهم غادي ان شاء الله نبرتجيها معاكم كنت بغيت نسولكم زي ما ندير معاكم سواب نقول لكم واش واش نبرتجيها معاكم البنات لكن انا صورتها صورتها فاكيد غادي نبرتجيها معاكم اللي بغات تكون الكيكا انتاحها شوية هابطة على هكا كين واحد النوع اللي كيبغي الكيك هابط شوية انا بعد اوحدة منهم ما كنبغيش الكيك يكون عامر بديك البابة الداخل نبغيه يكون شوية ناقص سبحان الله فانا هذا دبتها على التصوير وهذا ما كان خليت لكم الراحة اخوتي طلوا لي في رأسكم ما تنسونيش كيف ما قلت لكم من تعليقكم وكذلك لايقاتكم والبرتاج في امان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته